السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز أنشطة التوليف والتقويم والدعم الخاصة بالوحدة الرابعة للمستوى الرابع ابتدائي من المرجع المرشد في النشاط العلمي للمستوى الرابع الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 الصفحة 64 والصفحة 65 إذن نبدأ بتقويم التعلمات نبدأ بالتمنى الأول نحتاج في حياتنا اليومية إلى الطاقة من أجل التسخين والإضاءة والتنقل والحركة فما هي أهم مصادر الطاقة؟ إذن من أهم مصادر الطاقة نذكر الكهرباء الكهرباء الشمس هنا نتحدث عن الطاقة الشمسية الشمس الرياح الطاقة الريحية الرياح وكذلك لدينا الطاقة التي مصدرها حركة المياه إذن نكتب حركة المياه تسمى الطاقة الكهرومائية إذن حركة المياه عفوا إذن حركة المياه لدينا كهرباء شمس رياح حركة المياه السؤال الثاني أصنف المواد التالية زجاج هواء نحاس بلاستيك ذهب خشب إلى مواد موصلة للحرارة ومواد عزلة للحرارة هنا يفضل أن نرسمه جدول ونكتبه فيه مواد موصلة مواد موصلة للحرارة مواد موصلة للحرارة وعدنا مواد عزلة للحرارة إذن المواد الموصلة للحرارة سنوصلها مع النقطة الأولى والمواد العزلة سنوصلها مع النقطة الثانية إذن سنبدأ بمادة زجاج بالنسبة للزجاج فهو موصل للحرارة إذن إذا عرضنا الوحد درجة للحرارة لا نستطيع أن نقصه episodes لأنه يوصل الحرارة إذن لدينا كذلك الهواء فالهواء يوصل الحرارة الهواء يوصل الحرارة النحاس أيضا النحاس يوصل الحرارة البلاستيك عزل للحرارة الذهب موصل للحرارة والخشب مادة عازلة للحرارة الذهب موصل الخشب عازل الزجاج والهواء والنحاس والذهب مواد موصلة للحرارة الخشب والبلاستيك مواد عازلة للحرارة نمر الآن إلى التمرين الثالث أنجز الضارة الكهربائية الممثلة في الشكل الجانب وأجيب عن الأسئلة التالية أو الآتية أذكر العناصر الكهربائية لهذه الضارة إذن هنا سنسميه العناصر الكهربائية لدينا لدينا هذا مصباح ثم لدينا هنا سلك التوصيل أو سلك نحاسي سلك التوصيل ثم لدينا هنا عمود عمود هنا هذا وهذا قاطع الطيار قاطع الطيار هنا مني كانت تحكمه في الدارة الكهربائية هنا مني كانت تحكمه في إضاءة المصباح بغينا المصباح يضوي غادي نزديو هاتجوجس لك بغينا المصباح ما يضوي غادي نخليه مفتوحي وغادي تكون دارة الكهربائية مفتوحة قاطع الطيار مفتوح أي المصباح لن يضي والعكس صحيح دارة الكهربائية مغلقة القاطع الطيار مغلق إذن المصباح سيضي إذن هذا يسمى قاطع الطيار إذن السؤال يقول هل الدارة الكهربائية مفتوحة أم مغلقة وعلي الجوابي إذن الدارة الكهربائية مفتوحة لماذا؟ سنكتبه لأن قاطع الطيار مفتوح السؤال الموالي هل يضيء المصباح عند وضع أو عند وضع بين المربطين ألف وباء كل من الأجسام الآتية قطعة نقضية من الفضة نعم إذن هنا سيضوي نعم لأن الفضة توصل إذن هذه نعم لأن الفضة توصل الكهرباء خيط من الصوف لا لأن خيط من الصوف عازل للكهرباء قطعة خشبية لا لأن الخشب عازل للكهرباء لا يوصل الكهرباء قضيب من الزجاج لا لأن الزجاج غير موصل للكهرباء سلك من الحديد هذا نعم إذن هذا نكتبه لا لا هنا نعم. لماذا? لان سلك من الحديد موصل الكهربائي. اذا اعلي الجوابي. هنكتبه. لان الفضة هادي وهادي. الفضة والحديد. لان الفضة. الفضة والحديدة والحديدة موصلاني. موصلاني. كهربائياني. موصلاني كهربائياني. يعني يوصلاني الكهرباء. لذلك سيشتعل المصباح عندما نستعمل القطع النقدية من الفضة والسلك من الحديد بين مربطي الف وباء. اذا هذا فيما يخص الاجابة عن التمرين الثالث. نمر الآن إلى التمرين الرابع على الصفحة خمسة وستون. تمرين باللغة الفرنسية. الحديد باللغة العربية. أي باللغة العربية قوة جذب إذن هذه قوة جذب باللغة العربية قوة الدفع قوة إذن هنا قوة الدفع هي جاذبية الأرض جاذبية الأرض سنقرأ الجملة ونملؤ الفرغ في واحدة من ثلاثة الكلمات قوة الدفع لغة العربية إذن لكي يحول هذه الحاملة من الأسفل الأعلى سيطبق عليها قوة جذب سيجر جهته هذا الخيط حيث كنا لدينا هنا واحد البكارة سيجر الخيط يعني سيجذب يعني سيكتبه ينفرس أبليك ينفرس ينفرس داتراكسيون داتراكسيون بنسبة للصورة الثانية عندنا فيها ينفرس يعني هدك ينفرس هذا المنتاج سيجر خيط دوه أمبا سيجر خيط سيجر خيط من فوق يعني سيجر خيط من فوق الأسفل يعني من الأعلى إلى الأسفل تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير جاذبيات الأرضية التي تركض لنا الأشياء يعني نحو الأرض هنا سيجر خيط بلا من ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الريح. سو الaction دي فرس دو بوسي أبليكي بار لفن التي تتبقها الريح. دي فرس دو بوسي دي فرس دو بوسي التي تتبقها الريح. إذن هنا أبليكي بار لفن. هنا يعني المركب الشراعي يتحرك تحت تأثير قوى الدفع التي تتبقها الريح. وهنا عندنا ينزل الذي يرتدي أو صاحب المنتظ من الأعلان حول الأسفل تحت تأثير جاذبية الأرض. ثم يجر هذا يعني يجذب يجر هذا العامل الحمولة تحت تأثير ويطبق عليها قوة الجذب. نمر الآن إلى نشاط لتوليف التعلمات. النشاط يقول أتوفر على كأس به ماء درجة حرارته 25 درجة وقطعة من الحديد أو من حديد درجة حرارتها تفوق 70 درجة سيسيوس دو غي سيسيوس إذن هنا عندي ماء برد وعند قطعة الحديد سخونة وحدد الجسم الذي له درجة حرارة أعلى إذن الجسم الذي له درجة حرارة أعلى هو قطعة الحديد إذن نكتب قطعة الحديد غمرت في الكأس قطعة الحديد ثم بعد مروري أو بعد مروري بضع دقائق أخرجتها من الكأس وقمت بقياس درجة حرارة الماء بواسطة المحرار فأشار إلى درجة حرارة 36 درجة بعد ما كان 25 كان بعد يعني تزاد درجة الحرارة دياله وحدد الجسم الذي اكتسب الحرارة والجسم الذي فقد الحرارة إذن عندنا نكتب الجسم الذي اكتسب الحرارة هو إذن الجسم الذي اكتسب الحرارة هو الماء هو فقد الحرارة هو الحديد أو قطعة الحديد هو قطعة بعد ما كان سخون سوف يدوز الحرارة للماء هو سوف تنخفض لدرجة الحرارة هو قطعة الحديد إذن هذا فيما يخص النشاط أو السؤال الأول في النشاط التوليفي نمر الآن إلى السؤال الثاني جيكسبليك كمو البال شانج دو پوزيسيون وكور دو جو دو بينج بونج بينج بونج إذن هنجل لك غدي نفسره كيفاش كتغير الكورة دي هاد الكورة اللي 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 بها فكورة فهد الكورة الطاولة كيفاش كتغير الاتجاه ديالها لابوزيسيون ديالها ألو كتغيرها تحت تأثير ماذا تحت تأثير قيوة الدفع إذن ألو سولفة دي فرص دو بوسي اللي كيتبقها لها اللعيب من هاد الشي ها من هاد الشي ها بجوجهم كيتبق لها قوة الدفع ألو هنجل نكتبو البال نكتبو البال البال شانج دو 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 سوى في غية ، سوى الاخترة ، سوى الاخترة ، سوى الاخترة ديقى ، ، سوى الاخترة ، ديقى ، ديقى ، ديقى ، يمكنك التعطير. قوى الدفع هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث نمر الآن إلى تقويم التقصي ونجيب عن الوضعية الثالثة إذن أتوفر على العناصر الكهربائية التالية مسبحان أحدهما صالح والآخر غير صالح وبطاريتان مسطحتان إحداهما صالحة والأخرى غير صالحة وأثلاك للتوصيل الكهربائي وقاتع كهربائي ومحرك كهربائي طلب مني أن أتحقق من صلاحية محرك الكهربائي إذن أحدد ما أتوفر عليه وأفهم ما طلب مني ثم أتساءل ثم أجيب ثم أتحقق ثم أستنتج إذن هنه غد نديرو دوك المراحل ديال نهج التقصي يعني ألاحظ بعد ذلك أطرح سؤال التقصي ثم أقترح الفرديات لكي أجيب عن سؤال التقصي ثم أتحقق من صحة الفرديات بإنجاز التجارب وبعد ذلك نستنتج وندوي الاستنتاج في الدفتر إذن هنه غدت نكتبه إجابة عن هذا التمرين ما يلي إذن هنه غالك أحدد ما أتوفر عليه هذا يعني هذا الشيء اللي حط لنا هنا هو اللي كانتوفر عليه كانتوفر على جوجة المصابيح مصباحين أحدهما صالح وآخر غير صالح هنه غالي نكتبه إحنا مصباحين بطاريتين أتوفر كذلك على أسلك التوصيل وقاطع كهربائي ومحرك كهربائي إذن أفهم ما طلب مني طلب مني أن أركب عن أركب أو يعني أعرف ما هي المكونات التي تشتغل أو يعني هذه الوسائل التي تشتغل من التي بها عطب ثم نتسأل اللي مهم عندنا هو نطرح سؤال سؤال التقصي إذن سؤال التقصي ولمهم هنا غد نكتبه مثلا كيف أكتشف كيف أكتشف العنصرة العنصرة الكهربائية المثلف يعني اللي به عطب ده والسؤال التقصي كيفاش نعرف العنصر الكهربائي اللي جي به عطب كيف أكتشف العنصر الكهربائي المثلف أو أي أي المصباحين أي المصباحين يشتغل ونقدر نزيد مثلا السؤال الموالي ما هي البطارية أفوا ما هي البطارية التي ما هي البطارية التي تعمل أو ما هي البطارية من حيث التي تعمل وندر بلاستها الصالحة الصالحة للاستعمال في نهاية الصالحة للاستعمال للاستعمال وندر أعلامة استفهام إذن هذه هم الأسئلة التي نقدرون أن نطرحها سنجلبوا إلى هذه الأسئلة باقتراح الفرضيات 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 دائما يبدو بعبارة ربما ربما يساعد تركيب تركيب كهربائي بسيط بسيط ربما يساعد تركيب كهربائي بسيط من كشف من كشف العناصر التي بها عطب إذن تركيب كهربائي بسيط سوف نجعل نكتشف العناصر التي تشتغل والعناصر التي المعطلة إذن هنا سنذهب للتجربة باش نتأكدوا من الفرضيات التجربة وللتحقق التجربة بالنسبة للتجربة سوف نتحقق بوحد التركيب لدارة كهربائية سوف نستعمل فيها المصباح الأول هو الذي نجربه سوف نستعمل المصباح الأول سوف نستعمل أسلاك توصيل لما سوف نكون فيهم المشكل أسلاك توصيل وقاطع الذي نعمل لم يجربه الجهاز للبطارية سوف نستعمل البطارية لن photograph نستعمل البطارية المصابح الآخر نستعمل المصابح الثاني المصابح الثاني مع البطارية الأولى فقط لدينا المسباح ويجري في المصابه ويجري في المصابه لدينا المسابه مصابه إذا كانت البطارية مصابه سننرى أن يكون المصابه مصابه مع المصابه مع المصابه ويجري في المصابه إذا سنستعمل غير هذه التجربة وهي تركيب كهربائي لدارة كهربائية بسيطة فقط ستمكننا من التأكد من العنصر الكهربائي يعني الذي يشتغل والذي لا يشتغل ومن بعد سنخرج بالاستنتاج إذن أستنتج إذن العناصر إذن العناصر الكهربائية الكهربائية الصالحة هي إذن هي انتلاقا من التجربة عفوا انتلاقا من التجربة هي التي تجعل المصباح يضيء هنا كان تحدثه على البطارية البطارية اللي خدمها هي اللي غادي يضوي بها المصباح يضيء يعني وبالنسبة المصباح فالمصباح اللي خدم هو اللي غادي يشتعل إذن العناصر الكهربائية الصالحة هي التي تجعلها المصباحة يضيء إذن هذا فيما يخص لإجابة عن تقويم تملك نهج التقصي اقترحنا سؤال التقصي اقترحنا فرادية برنا تجربة ومن بعد استنتج نبلي أن العناصر الصالحة هي التي تجعلها المصباح يضيء يعني فوق تماما دوالنا المصباح هذا المصباح هو اللي خدام و هذه البطارية هي اللي خدامه اللي خدامه سوف نقرأ نص نقرأ نص لإستعمال المفتاح لأنه يسهل فتح القنينة أو لتسهيل لتسهيل فتح القنينة لتسهيل فتح القنينة ثم أذكر أنواع الآلات البسيطة نذكر أنواع الآلات البسيطة لتعرفنا عليها في الدرس نذكر ما يلي إذن عندنا أولا الرافعة الرافعة عندنا المستوى المائل المستوى المائل الرافعة المستوى المائل لدينا كذلك البكرة البكرة ولدينا العجلة العجلة السؤال الأخير إلى أي نوع من الآلات البسيطة ينتمي المفتاح إذن المفتاح ينتمي إذن هذا عندنا المفتاح السددة ينتمي إلى إذن ينتمي إلى الرافعة إذن ينتمي إلى الرافعة النوع من أنواع الروافع إذن ينتمي إلى الرافعة التي تكون فيها القوة والمقاومة والنقطة الارتكاز في المستويات الأعلى مستوى الخامس والمستوى السادس إذن ألغ إلى هنا نص الأصدقاء إلى نهاية هذه الحصة أتمنى أن تكونوا استفدتم إذن لا تنسوا أن تتركوا تعليق وإعجاب إذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كل درس يتعلق بهذا المرجع المرشد في النشاط العلمي لمستوى الرابع ابتدائي أستودعكم الله إلى اللقاء